اهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم فيها حاجة حلوة كل واحد جوا بتقبأ موهبة والموهبة دي بيحاول ينميها بحاول يسمع بحاول يقرأ بحاول يشوف غيره عمل ايه وممكن تكون الموهبة اللي بيحاول ينميها دي مصدر رزقه طول العمر يعني النهاردة هنتكلم على حاجة من الحاجات الجميلة قوي اللي يعني ما سمعناش عنها كتير برضو موهبة اللي مهندس المهندس ده استغل فكره وابتدى يدرس وابتدى يطور من نفسه وعمل شيء يعني مبهر هنشوفه مع بعض الاول بس احب زي ما رحبت بكم احب رحب دينا زميلتي ازاك دينا مصدر خير عليك يا دكتور اغبارك ايه مصدر خير عليك الحمد لله وفي الجو ده اكيد بردانة جدا اه طبعا اه الجو صعب بس الحمد لله الموجة انتهت والجو لونه تغير اخيرا نجح تاني لطبيعته ويمكن كلنا اتخضينا فجأة امبارح والجو تغير تماما كل ما علمه وكل شكله اه ولكن الحمد لله رجعت الحاجة الحلوة والجو لطبيعته ورجعنا نحمد ربنا على النعمة لاحنا فيها والحقيقة زي ما الدكتور قال كده احنا معانا النهارو ده حاجة حلوة حيانا كثير من احيان بشوف مشهد كده متكرر يعني وبيضيقني يدا وهو الشباب اللي قاعد على القهوة مستني الوظيفة مستني المكتب مستني الروتين للأسف المشهد ده ما متكرر كتير قوي لقيت كافيهات مليانة القهوة مليانة ويقولك اصلا انا مش حابب الدراسة اللي ادرستها دخلت القليه غصبا عني مش هقدر اشتغل غير في الحاجة اللي انا اتخصصت فيها جمل كتير بنسمحها ونلاقي الشباب قاعد راكل مستقبله وحياته على هدي الجمل ولكن عشان كده النهار ده حبينا نحنا نوريكو الحاجة الجميلة النموذج اللي احتزى بيه قد ايه ممكن ان احنا نخلق من موهبة وفن جوانا ابداع حقيقي نقدر ندخل لنفسنا سكة وطريق تاني جديد خالص حتى لو كان يعني بعيد تماما عن دراستنا هو ده اللي معانا نورده نموذج اخر اتنين بكريوس بكريوس هندسة وبكريوس زراعة الى جانب فن كمان وموهبة جميلة جدا جوانا نهار ده خرجهننا في حاجات جميلة جدا ونماذج قدامنا هنعرف ونتعرف عليها اكتر بس اسمحونا نرحب وضيفنا العزيزين شرفنا ونورنا في الستوديو البرش مهندس محمد فرج صانع المجسمات الورقية اهلا بيك اهلا بيك وبالسهل المشاهدين اهلا بيك ايه بقى الحاجات الحلوة دي والمجسمات اولا انت خدت بكريوس هندسة الاول تماما وبعد كده معرفش يعني امتداخل كل الزراعة اهو واخد بكل الزراعة تماما ايه علاقة بقى يعني الناس بتبتدي انا عرف اللي بياخد كل الزراعة بيحب ياخد كلية هندسة ويقولك عشان الميكانة وحاجات كده انت عملت العكس لا الاول خلاص قبل ما نخش في الحاجات الجميلة دي عايز اعرف القصة دي انا حصلت على بيكريوس هندسة اه من قسم الكوة الكهربية الكهرباء كهرباء اه وبعد كده اشتغلت في مجال بحثي تابع لأوزارة الزراعة فبقى كل المجال اللي حواليا زراعة كل معظم زميلي في شغل كل حاجة بقيت زراعة فاعدوك فحبيت اعرف اللي عجوة اتنقلت اه فحبيت اعرف الموضوع اه طبيعة شغلهم ايه و فدخلت كلية زراعة واخدت بقى طب انت شغلت دلوقتي هي في المجال ده اللي احنا نتكلم عليه دلوقتي المجال اللي هوية لا مش هو دي شغل لا مش هو دي شغل طيب احنا زمان كنا بنعمل حاجات ورقية كده علب وحاجات كنا بنجيبها من مجالة معينة اسمها مجالة بوردة معروفة ونجيب ونعمل مش عارف قطط على فران كلنا قمنا يعني وحنا صغيرين قمنا بالموضوع ده انت بقى الفكرة بتاعت الحاجات الورقية لان كل الحاجات اللي احنا نشوفها دلوقتي والكاميرا هستورها كلها من الورق جت لانك انت مهندس في القصاص وكنت بتعمل مكت وبتعمله المكت المعمال بس انت كنت بغور ملاكش علاقة بالمكت مش كده جت ازاي هو من الطفولة انا كنت بحب الشغل اليدوي وزيب حضرت كده بتقول في كان فيه برامج اطفال بتيجي في تلفزيون كانوا بيعملوا مثلا زينة همضان فانوش همضان للاطفال كلها حاجات دي كانت بتستهويني جدا وممكن يكون هو ده الدافع في الاساس اللي خليني ادخل كلية اندسة يعني الحاجات اللي هي الشغل الهند ميد فبعد كده الموضوع بقى تترع معي ولحد ما وصلت للموضوع هل انت دخلت كهربا بالذات؟ طب ليه ما دخلت شعيم مهرب لا هو موضوع كهربا ده بقى كان بيبقى فيه فيه تنسيق في اعدادي وهو اللي كان بيحدد وبعدك شوية عن الهوية بتاعتك والحافظ اللي كان جواك انك داخل تربط ما بين يعني علميا ودراسيا وبين موهبة جواك وفن جميل حبيت كنت تطلعه في الصورة دي خلينا نقول انه يعني المجسمات اللي معينا النهاردة معينا اشكال ونماذج الحقيقة رائعة يعني انا شايفة اشكال كتيرة جدا وكلها حاجات يعني الواحد ممكن في الاول يعني ما يشعرش ان ده وراء او ده كارتون او ده خامة مش طبيعية انت عمينا اشكال ونماذج كتيرة جدا الموضوع يعني بدأ معك ازاي؟ اول نموذج بدأت امتى بالضبط بعد ما خلصت مثلا زراعة وإيه اللي طلعه جواك؟ في سنة تقريبا 2010 ما كنتش لسه بدأت في الزرقة كنت خلصت الهندسة وبدأت اشتغل في سنة 2010 هي دي البداية الحقيقية قبل كده كان بتبقى مجهرب مثلا معارفة اشوف حاجات على الانترنت تتعجبني بس سنة 2010 وهو ده الخط تقريبا هو الوقت اللي كارغت فيه ان انا ابدأ اخوض التجربة واتعلم الحاجات دي ليه مثلا يعني انا متخيل مثلا واحد ودي بشوفها كتير قام تلاقي مثلا خارجة الباور خارج كمبيوتر خارج كده وبعدين يستهويهم اوي موضوع الاوتوكاد برنامج الاوتوكاد ويبتدوا يرسموا ويبتدوا يعملوا مكتات لبطوع عمارة على اساس ان لبطوع عمارة هم الشغالين اوي والقر المعمار والبنى والحاجات دي كلهم بيعملوا ده لأ انت ابتديت دخلت زراعة لانك انت توظفت وبعدين دخلت على موضوع الورق على طول اش معنى ورق معماش دي مجسمات مثلا الحاجات الموضوع الورق ده كان بالنسبة لي موضوع مبهر يعني ان هو ازاي حتة ورقة ممكن تطلع منها الشكل ده شفتها في شفتها في الاساس في اللي على الانترنت يوتيوب اللي هو الفن اللي هو اسمه فن طي الورق اللي هو الورجامي كنت بقى مبهور الورجامي اوريجامي يعني مقزم الترجمة بتاعتها اوريجامي يعني قزم صحب كده تمام لان هو الاشكال المسخرف اه اوريجامي اه اوريجامي مقزم اه فهو الموضوع بالنسبة لي كان من اللي هو فيه بداع ان هو الورق ازاي انا مثلا اقدر اعمل منه طيارة اقدر اعمل منه فانوس اقدر اعمل منه وردة اول شكل اعملته وابتديت بقى اي حاجة جيلك تتخيلها تعملها ايه اول شكل اعملته هل ابتديت موضوع بهندسة برسومات معينة ولا هو شكله بعد كده اي حد يجيلك اي فكرة تجسمها بالورق اشرح لنا ازاي جات ازاي الاول يعني اشرح لنا كده في المجسم كده تمام كأي حد في الاول بيبدأ يتعلم حاجة الموضوع في الاول بيبدأ ببساطة لا اشرح لنا يعني مثلا حاجة زي كده في الفكتزاة اصددي حاجات اتعاملت بعد ما انا بقت خبرة شوية. اه يعني انت تقدمت في. لكن في حاجات في الاول كانت بسيطة جدا. خاصة بالارجامي كانت بسيطة. دي يعني الواحد بياخد خطوة خطوة لحد ما بيقدر يوصل. احنا شايفين زي مثلا جنبك في حاجات زي الخروف. مهم. اه وكاميرا وميكروسكوب. الحاجات دي كلها ورق. اه كل ده معمول من الورق. اه. يعني انا انا متفاجأة بسرعة. لان الكاميرا شكلها كاميرا حقيق. دي كاميرات اللي بتحط على الابواب وعلى كاميرات المرقبة يعني. والميكروسكوب كل ده ورق. يمفوش اي خامات تانية بتستخدمها? يعني هو تسعة وتسعين في المية من الحاجات دي ورق. التصميم ازاي? انا عايزة التصميم ازاي? يعني يعني انا مسلا انا عايزة اعمل خروف. جميلة. وشايف في حاجات كده صغيرة وبتاع. هل انت بتقطع الحاجات الصغيرة دي بتعملها ازاي? اه. امسكوا اي مجسم. الخروف مسلا. مسلا اهو. هل دي كلها حيطة صغيرة ولا انت هي قطع صغيرة. طب دي كلها ورقة واحدة حضرتك. ومتلزقة في بعض. لا دي مش ورقة واحدة. اه. دي على انا على حد ما انا اتذكر دي مسلا كانت عبارة عن خمسين قطعة ورقة. يعني الحيطة صغيرة مكعبات صغيرة دي. صغيرة. زي بالشكل ده. ايوة. الشكل ده. تبدأ تتاصل اول. زي القص واللزق كده? بزرق. لا ده زي البازل. زي البازل. مش كده? اه. الورق الملون. بتبدأ تتاصل. بعد كده بتبدأ تتجمع مع بعض وتتليزق عشان تكون الشكل. زي البازل مش كده? اه. يعني انت بتعمل بازل وبتتجمعه. هو مش بازل. هو الموضوع بيبقى معهوف من الاول ان هو حيطلع الشكل ده. اه. وبتلونه ولا بتعمل ايه? يعني انا شايفة انت طلع المجسمات لها درجات والوان مبهرة الحقيقة كأنها حقيقية. تمام. بعد جبت الدرجة البيج مع الابيض مع انت رسمها اصلا ولا طبيحة كده? اه. يعني ادينا سر المهنة. اه. يعني انا مش عايزين نقعد نبهر. يعني فيه مكتة صح? اه. يعني طلع جزء من سر المهنة. ايه بقى ده? وازاي بيتركب? اه يعني مسلا انا عايز اعمل خروف. تمام. هل هترسمه في مكتة ازاي ده? اه. في البداية. وبعدين المكتة ده مش انت اللي عمله انت قلت جايبه من نت. اه. صح? التصميمات مش انا مش انا اللي حاططها. حلوة. جميل. رغم انك كنت قادر انك تصمم انت رجل مهندس. يعني دلوقتي انا في مقحلة ان انا ان شاء الله. هتصمم. اه. جميل اوي. لو واحد مسلا عايز يبتدي اللعبة دي ويعمل ورق ويطلع تقاطه من اللي عادينا على القهوة. انا ما عرفش اللي عادينا على القهوة دولة بيصير بيجيبوا فلوس منين يصرفوا على القهوة. هباسأل دينا في الموضوع دينا. اه. انا كمان عايز اسأله حينا. المهم بيتعمل ازاي بعد ما بتقصي البتاع ده. يعني انت جبت التصميم ده من على النت. تمام. انا حده معك من البداية. ايوة. انا مثلا عايز اعمل المايكفوشكوب ده اه. اه. تمام? انا بيبقى عندي. احنا عايزين نشوفوا. اه. ورني كده على طول. ايوة. عشان يبين قدام الكامل. ده مكروسكوب اه. ونستشوف قد ايه كامل الفن والجمال. في القطعة اللي مسكها. ده مكروسكوب. مش ورق ابدا. لا وبعدين تشوفيه ما تحسش الورق. انا انا لو دخلها في مكان واول مرة اشوفها هدخل عليه على طول عشان. ده معمول بالحجم الطبيعي. ده مفوش اي اه. اه. يعني ده بالحجم الطبيعي بتاعه. حلو. وهو ورق بقى. وانت جايبه من العنبي شكله ايه? اه الاول انا عايز مسلا اعمل مايكروسكوب زي ده. فبجيب النموذج. تمام. اه بيبقى بقى عن فايل على الانترنت. اه فايل سري دي. سري دي. يعني بيبقى شكله كده. بيبقى شكله كده. طب. بيتقطع ازاي بقى زالبوردة? الحيطة صغيرة هتركبها. بقى استخدم برنامج. اه. الاول بحيث ان انا اعدل الالوان بتاعته. اه عايز مسلا اغير في الابعاب بتاعته. ماشي. ده برنامج معين. اه برنامج معين. تزبطوا على المقاس اللي انت عايزه. اه. البرنامج مسلا سري دي مسلا بيعمل سري دي وكده? في اه البرنامج اللي هي خاصة بالجرافيك وتعديل الاشكال. بتاخده بتحطه في الجرافيك تعمل المقاس اللي انت عايزه. تمام. جميلة. بيفضل سري دي زي ما هو. كده. اه. بعد كده باخد بقى بعد النموذج ده. برضو ادخله على برنامج تاني. اه. البرنامج تاني ده بيعمل له عملية افراض. اه. يعني بفرد. يقول لك ده كان قطع. بحوله من حالة السري دي لحالة التو دي. تمام. بفرد وخالص كده. كأنه بقى ورقة واحدة. اه. ماشي. بعد كده باخد الحرج الافراض دوت. ايه. وبيبدأ يقطعوا حتة صغيرة. ده البرنامج. اه. 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 وبتحكم بقى في الابعاد بتاعة الحتة الصغيرة دي. ماشي لحد ما اوصل للتصور النهائي. وكده يبقى انا عندي المايكروسكوب ده. عبارة عن قطعة صغيرة. موجودة في فايل. الله. دي تشتغل بقى انت. بعد كده بقى الفايل ده بيتبع. اه. ماشي بالالوان اللي انا اصلا كانت محطوطة. ايه. وبعد ما بيتبع. بيتم قص القطع. عشان توصل للشكل ده. اه. الاحجم بقى على الحجمة. اه. وببدأ بقى اجمعها. اه. تاني مع بعض. ده بناء على الخطة اللي الكمبيوتر بدهي لك. تمام. اه. وبعد كده ببدأ اجمعها مع بعض وقالزقها. بحيث ان انا بقى تاني انا كده حولت الفايل اللي هو كان سري دي. على الكمبيوتر. لناموذج مجسم في الحية. مصنوع من الله. الحاجات دي ممكن يستخدموها كمان في يعني كتير من القاعات العرض وكتير من الشغل. احيانا الناس بيبقى عايزة تشرح. اه. على بعض الاجهزة. اه. بتبقى مش متوفرة. انا ممكن اتخذ مجسمات زي ذي. وقدر ان انا سواءها بطريقة ما. وديها للناس اللي محتاجها. ايه. تشرح عليها. اه. ناس سي بتعرض. اه. زي في الطب مثلا. انت ممكن تتبع لهم حاجات معينة يقدروا ومجسمات يشرحوا عليها. الاجهزة زي الماكروسكوب. الناس اللي بتشتغل عليها. تبقى عايزة تاخده كمجسم تشرح مجرد عليه. مش تجيب الماكنة الغالية او الحقيقية. فانت ممكن يعني المجال ده ممكن يبقى ليه بعد كده ينسلط عليه الضوء. ويبقى بعد كده يجبر في المستقبل. ويستخدم في مجالات اخرى كتير جدا. لا ده 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 في حاجة اخطر من كده يا دينا. ده بتوع كلت هندسة. انا عرفش المادة اسمها ايه. يجي مسلا يقولك مسلا كاميرا زي بتاعتنا داي une تصورة يقول له الكاميرا ديت او المبنى ده فردها القطع بتاعتنا. آآ. كانت اسعب مادة. مادة اسمها ايه? ما عارفش. يعني بيجيب المجسم المادة ديت وكانت اسعب حاجة عندهم ويقول له حولها فردها لي. ده ده دي. يعني دي. لكن هذه الحيل الدنياها الحل المشكلة muitoisa. ما دي كان اسمها الهندسة الوصفية الهندسة الفراغية الهندسة الوصفية الوصفية الوصفية. اصعب شيء في كلية هندسة. اللي اتطلب لغاية النهاردة مهندسين واخدت الدكتوراه. بيقول لك اصعب حاجة ومش فاهمين لغاية دلوقتي. الوصفة. فأنا عايزة تخيل. عايزة تخيل. يعني تعتمد في الاساس على ان الواحد. طب هل برنامي دايه فادي محلل المشكلة للطلبة دي. مش كده ولا ايه. بس هي دي دهاصة. يعني يعني دي في الاساس دراسة اللي هي الهندسة الوصفية دي في الاساس دراسة واكاديمية. اه. اه. ما دي زيها. انا شايف دي زيها. انا جدتا بتحاول المكعب. بلنامج بيحاولك الحاجة الستري دي. الى آآ قطع. وتقدر تركيبها بعد كده. تمام. اه. استعيدهم في الدراسة بتاعتهم. النمازة كمان دلوقتي بتشتغل دلوقتي كتير قوي. كروكت. حاجات اللي بتبقى اللي يعني بتوريك مسلا مدينة كاملة بالكروكت. ممكن تعمل ده بالمجسم ده. بالورق. طب ما دي معمولة دي. انا لما وسلت للمقحلة انا فيها دي دلوقتي انا ممكن اقول لحضراتك ان اي حاجة ممكن تتعمل بالوقت. بالاشكال دي. لا فرجنا بقى والنبي فرجنا كده. يعني فرجنا كده واشرح لنا كل حاجة. يعني مسلا حسان تروادة ده. اه. اه. ملفر جدا ومبهر يعني. بالجناحات بتاعته. لا انا اول ما شفته. اه. حسيت انه لا ده. يعني همسك حاجة مجسمة. ما عتقدش نفوه وورق. لقيته جدا. جميل جدا. احسرحوا لنا ده خد منك وقت قد ايه. يعني. يعني. ما سرح لنا اللي انت بتعمله ده. يعني. ورينا كده ايه. ايه الدنيا. اه. مسلا حسان دوت زي ما انا قلت لحضراتك. بقبعه. النموذج بتتبع الفرق. بتقصه. بتجمع مع بعضه. اه. ده تقريبا خاب مني حوالي اه. 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 اربعين ساعة شغل. اه. بس. بس متقسمين بقى. هو كام يوم دي بقى. على حسب انا ومقدرتي. يعني. في ايام ما بشتغلش فيها خالص. في ايام مثلا. ممكن. ثلاثة اربعة ايام وارة بعد. شغال شغال شغل جامد جدا. اه. يعني. على حسب بقى الوقت اللي انا. يعني. لما تيجي تقيمه ده. تقيمه كام. هو. الحاجات دي. انا. يعني. ما مقدرش اقيمها بقيمة مادية. اه. لان فيه مجهود بازل فيها. وبتحتاج لتركيز. وصبه. ووقت كتير. اه طبع. انا مقدر ده. اه. يعني. لو تقيمه بكل مادية. هتبقى. هتبقى غالية. اه. طب فرقنا كده. وبعد كده نتنقص في الجزء ده. العروسة دي مثلا. دي باربي. مش كده. اه. دي شخصية من شخصيات الكارتونية. دي شخصية من شخصيات كارتونية مصبوط. اه. انا. انا فقريها كريس قوي. اه. خانيا عشان تبقى ابقى قوي ده الكاميرا كده. كلها كارتوني. كلها بقى. اه. طب انت يعني. انا عايز اعرف برضو عندي فضول في انه المجسم ماسك نفسه قوي. اللي بخليه ماسك نفسه كده. اواقف على حاله. احنا عارفيني ان الورق احيانا. يعني بيبقى سهل الطيج كده. صح صح. ورق اينا. اه. يعني ولو ولو عادي. وانت بسلا دهنه حاجة معينة. هو الورق بيبقى لي تخانة معينة. لأ ورق اللي احنا بنبقى عليه في العادي. اللي هو لـ 200 جرام وساعات 300 جرام. على حسب النموذج ذات نفسه. اه. لو النموذج معقد وفيه تفاصيل دقيقة. اه. وفيه تنايات. كتير. وحدة وكده. بقى افضل ان انا استخدم اللي هو الـ 150 جرام علشان يبقى سهل معايا في موضوع التاني. طبعا. لكن لو نموذج حجمه كبير مثلا زي المايكروسكوب ده. الاعداء بتاعتي دي 300 جرام. اعملتها 300 جرام عشان هي اللي شايلة الحمل. هي الكاميرا معايا يعني جايبة النموذج كلها. طب هل انت دهلو عاجة? هل الورق دهلو؟ هو مبوع كده. الله. هي الالوان مببوعة كده. مببوع كده ازاي. يا انت بجيب لي الورقة مثلا. سيح حزرتك ما بتبع مسلا صغة. بتتعمل اوين? عندك برينتر الوان. اه. 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 عند اله. عند درجة الشوب بتاع البرينتر. اه. 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 تمام. اه. ده ده انا شايفة كمان في ورد. اه. ده كاس العالم. الله. ومعظم الحاجات اللي انا اعملها كنت دايما بقبوطها بالمناسبات. مم. علشان يبقى عندي دافع ان انا اعملها. جميل قوي. اه. يعني كنت بشوف ايه المناسبة مثلا الموجودة. فابدأ من قبلها اجهز الموضوع. وبحيس ان انا اخلصها في الوقت اللي هو. اه. ووقت المناسبة. ويمكن كمان عندنا المناسبات من اكتر حاجات اللي بتظهر فيها. الحاجات الخاصة بالمناسبة او مرتبطة بيها. انا شايفة بابا نويل. وازرائيل. اه. ورين ازرائيل ده. ولا سبو ايه اللي بيقبض الارواح. اه. ده رعب طابد الارواح. طابد الارواح. ماشي. اه. وشكله زي بكون حديد. اه. ده كان من الحاجات الصعبة جدا اللي انا عملتها. اه طبعا صعب. صعبة للا. طبعا. عشان في تفاصيل معينة. عموما الشخصيات. لا وشكله انت بتديله شكل زي الحديد كده. هو اتباعه بقى او الالوان. ده جماعة ورق. ده ورق. يعني حاجة غريبة اقول. ايوة سنعيز عرفش لي صعب. شمعنا ده صعب عن باقية النمازج. اه. عشان فيه تفاصيل كتير. اه. يعني انا اقول لحضراتك مثلا العروسة بي. اه. اه. الصوابع بتاعتها دي مش عبارة عن يعني دي مش عبارة عن عن ورقة واحدة. اه. يعني الصباع الواحد ده عبارة عن تلات قطع ورق مزيوفة بعض. يا سيد. يا سيد. يا سيد. يا سيد. يعني كل عولة. عايزة صبر اه. كل عولة صباع ورقة. فقصهم في الاول صعب. لان ايها قطع صغيرة. ثم تجميعها في الاول مع بعض. بعد كده بيبقى صعب. جدا. الوش بتاع ده. انا فاكر ان الوش بتاع ده الواحده بالشعر خب مني اسبوع. وده ورقة. الوش يروح ده ورقة. اه. طب فيه ابو سمانة محمد سؤال بيفرد نفسه قوي. واعتقد ان كثير من السادة المشاهدين بيسألوا نفسه بسؤال ده. يعني دلوقتي انت دي بتاخده اربعين ساعة ودي كذا ودي كذا. ودي لا تقدر بثمن. بالنسبة لي لا تقدر بثمن. ده بالنسبة لحضرتك انك عملت عمل فني. تمام. انما لو ده كده اللي دخلنا بقى ليه موضوع ان ازاي نستس يعني ازاي نستصمر هذا العمل الفني. مش معقولة حاجة زي كده بالورق. اه اربعين ساعة هنقدرها. يعني بتستخدم في ايه? هل مثلا ممكن اعمل ده على بلاستيك? فتتباع مسلا حاجة. هل ممكن اعمل المكت ده? وبعد بدل ما اعمله ورق. يبقى عبارة عن مكت. انا ببيعه كتصميم مسلا بمبلغ معين. مبلغ كبير. واللي بياخده التصميم ده انا بديله البلان بتاعه. يقسمه بقى على ورق يقسمه على ده. ولا بيستصمر ازاي? انا مش عارف. هي بالنسبة. اللي شغالين في المجال ده. بيعملوا. هل بيعملوا ده وخلصت? ولا ليه استصمار وليه تم من في السوق? عارف. هو التصميم في الاستثمار بتاعهم في البداية بيبدأ من عمل عمل التصميم. هو ده هو ده اللي انا الجزء الكبير وهو يكون اللي هي allowance. جميل. ان انا عملت التصميم وممكن بعد ما اعمل التصميم ده ابيع التصميم. حسنا. ده جزء. اه يعني هو فيه حاجات اه من ال ا انا عملها اه الشاري النموذج من الانترنت. شاريه؟ شاريه. اه يعني مش متاح لاي حد. اه يعني. وفيو حاجات مجانية. وفي فضاء حاجات مجانية وفيه حاجات فوضة الاستثمار أنا عملت نموذج وببيعه وببيعه لشخص عشان يبدأ هو يرفزه موجة زي تعمل منها كورسات ناس تشريع عشان تدري تعليمها ممكن بقى في الأطفال في المدارس كنوع من أنواع الأنشطة المدرسية أن الواحد حاجة تعليمية أنا شايف أن المجال ده ممكن يفتحوا دامه أبواب كبيرة جدا لمجالات كتيرة عندنا المدارس بتاخد جاب كبير وفعلا دايما وإحنا صغيرين دايما حصة الأنشطة دي حصة مهمة جدا وحصة العلوم لنشرح على لازم يكون عندنا حاجات متوفرة لو مش موجودة في المعمل هنا لازم يكون البديل بتاعها مجسم لا بس في مشكلة هنا يا دينا إن أنا بس هارضة لو في أربعين طالب وقلتون حاجة ولا مش هتطوع حصة وبعدين أربعين ساعة من مجهود الأستاذ لو الساعة بتاعته بعشرة جديد يعني أربع تلاف جنيه صعب مع مجهود والتعب اللي هو هتيعبوها أنا بتكلم إنه لو فيه حاجات عرض كبيرة هو دي اللوقة بقى لو بتاوى مؤتمرات وقاعات بيعرضوا فيها نمازج زي دي بتبقى أنا شغل أكبر يعني داس وقالي بقى أن أنت ممكن تعمل نموذج كبير حجما أنا كنت أقالي أعرف الكواليس قبل الهوى عندك كنت هتعمل مايكل جاكسون بالمجسم بتاعه بجسمه بكل حاجة ورق برضو ودعب الورقة لا، أنا أنا أقصلي بقى هه هو النموذج دى، ده دا المفهود في النهاية مفهود في النهاية ده ده سيتحول ل مايكل جاكسون ده البتاع ده Ouais противنا يمتعون كده للناس وسيك personaje هذا مايكل جاكسون آه كذا ورقة هذا مايكل جاكسون لما بفوق كذا كذا ورقة كل القطع دي ده مش راس حاجة مايكل جاكسون ده مش راس حاجة لكن كل القطع دي بتتتص كل القطع ده متتقص بعد كده بتتجمع مع بعض. يعني كل الورقة ده مايكل جاكسون. ولا دي بس. لا كل الورقة ده برقة مايكل جاكسون. اه. وبتعمل منه الجسم كله بالمبسم بكل تفاصيله. اه. انت بقى بتختار الحجم. انا ممكن اتحكم في الحجم التى اه. انا بفضل احجام اللي هي المتاحة يعني اللي هي السغيرة. اللي هي من بين اختفاع لتلاتين لاخبرعين سنتي. علشان اولا اعرف احتفظ بيها في مكانه التسانية ما تبهدلش. يعني. وريني كده كامرة المراقبة دا. يعني. يقومة سكة. سكة خفيفة جدا. انه هي شكلها طبيعي جدا. صدق. صدق. فعلا لو اي حد هشوف في تليزيون لدي كاميرا بلاستيك. او كاميرا يعني كاميرا كاميرا. اه. وانت مقلل رسم جوا الحاجات دي. او برضو برضو مطبوعة. برضو ما جبتش على سؤالي. يعني. انا عندي فضول قوي. اللي بيشتغل في الكارير ده. او في هذا المجال المكسمات دي. بيكسب ازاي. مش حضرتك. حضرتك الغد دلوقتي فنان بتحب فنك ومش هتصرف فيه. مش ما بتف كرسي. هيعود عليك ايه بالربح. انما الناس اللي شغالة في في الكارير ده. بيكسبوا ازاي. بيبيعوها ورق. ولا بيضوها المصانع يحولوها لطوب. يحولوها لبرونز مثلا. مش عارف يعني. لا هو كل مجال ولي. يعني كنت حضرتك سألتني من شوية. اللي هو ممكن انا استفاد بالحاجات دي. ان انا اعملها بالبلاستيك او بالخشب او باي مادة تانية. هو يعني كل حاجة وليها الموضوع بتاعها. يعني اكيد في حاجات زي كده بتتعامل بالبلاستيك. لعني متخيل. لعني انا متخيل حاجة يا سوفانسس. انا مش محتاج ان انا احول المجسمات الوركية او النموذج بتاعي اللي انا حستخدمه. اه عشان اعمل به مجسم من الورق. ان انا استخد. احوله لمجسم من البلاستيك. وهدي فيه نمازج بتتعمل وتصميمها بتعمل البلاستيك. اه يعني مسلا مايكل جاكسون اللي في الورق ده. لو تحول مسلا حديد او بلاستيك او اي اه مثلا. حيبقة تصميم بتاعه من البدا مختلف عن ده. مختلف. هو ده الفن والإبداع. انت بتوردين ان الورق اللي مش ممكن يخطر على بلنا. ممكن نعمل منه نفس الحاجات اللي معمولها من خيمات تانية كبيرة على يعني شكل أوسع زي البلاستيك والميتال والحاجات اللي هي بتحتاج مصانع. انا ممكن عملها لكم من ورق. وبتوردين قدي ايه طبعية. يعني انا شايف حاجات انت عملي طبق في لحمة وشوكة وسكينة. يعني الكاميرا مش عارفها تجيبها. لا مش هتجيبها. يعني هو لو يريدت مسكهنا يورينا لقد ايه انت عامل لها. يا ورق مش كده. لا السوكة والسكينة دي. وشوكة والسكينة كل محتويات السفر يا جماعة. يا جماعة تحس ده والله تحس ده بلاستيك. لا لا يا بص احي تحس ده بلاستيك. حقيقة خالص. والطبق نفسه انا عايزك تمسك الطبق. انا عايزك توري نفس الطبق قد ايه. في حاجات. اه. تحس ده بلاستيك يا جماعة مش ورق ده. تحس ده بلاستيك. اه. لا ومبدعة وعامل السلم. والسكينة بتاعتها. اه. السكينة بتاعتها هي واضحة. سكينة وشوكة بقى. وعايز تعيش الدور بان انت قاعد على. في حيات مجسمات بتطلع كأنها حقيقية بالظرط انت ما تقدرش تفرعيها عن. انا شايف اللحمة كطع اللحمة والفلفل الاحمر اللي في الطبق. اه كأنها طبعية جدا. ده بيعتمد بقى على الاول انا حطيت الالوان ازاي. ايوة. وهي طبعة باني شكل. يعني عايز هندسة. اه. يعني اصلا عايزين مهندس يكون عنده التكنيك ده انه يختار صح. والبروجرام اللي بتشتغل عليه برضو يكون حد فاهم مش اي حد. محتاج تخيل وتصور في الاول ممكن مش لازم يعني هي مش لازم يكون دارس هندسة. بس هي عايزة هندسة يعني. طب انا اقول لحضرك حاجة. في في مجال السينما. اه جمال مخرجين. ساعات لما يجي يعملوا مثلا فيلم قديم. بيتعبوا جدا جدا عشان يجيبوا الفرش القديم. وساعات بيبقى اكسسوار قديمة مش لقينها. واخبار حضركك مش لقينها فعلا بيتعبوا انا انا بشوف ده. تماثيل. اه تماثيل مش لقينها. وارد زي ده. وبيتفعوا عليها مبالغ. يعني بنزلوا فيه ناس اللي هم بيوعوا العفش القديم. وشو بتتأجر للتصوير حاجات ذا كده. هل انتوا في المجال بتاعكم بيستعينوا بيكو? او انت تعرف في عندما الى علمك. ان بتوعسين ما بيستعينوا بالناس اللي بيشتغلوا في الكرير ده. انه يعملوا لهم حاجة من هذا القبيل. بحس يحطوها. وتصوير اهو الناس شايفة. ما يعرفوش از كانت الخامة. ولا يقدر يحسها بعناه. يعني انا ممكن بعناي احس ان ده ورق ان ده ماشي ان ده. انما دي انا مش حسا بعناي. يعني انا ممكن اقول دي بلاستيك. ممكن اقول والله دي زي الرجل اللي هو القبض الارواح ده. حسنه حديد. واخد بالك. هل ده ما خطرش على بالك? انك تتعامل مع بتوع السينما. انك تعملهم المجسمات القديمة او في الافلام التاريخية. اللي ما يقدرواش يجيبوها. هو لا يعني. بدل ما بيعملوها مثلا. في الحقيقة او ما خطرش على بالي لان انا بحتفظ بالحاجات دي. يعني انا ما بعملهاش لحد. او بتصعب عليك يعني حاجتك وشغلك وتعبك. او. لكن انت لو عالشغل على المستوى الشغل انت هتفتح ابواب كثيرة جدا. هو المجال لي ابواب كثيرة جدا. او. لي مجال الدكور. ممكن استعمل حاجاتي في الدكور. او. مربوك كده. في بيع التصميم في الاساس. في ورش تعليمية للاطفال. في زي ما حضرتك قلت في الصنع النماذج عشان اتعلم عليها بخصوص الطب. في في حاجات وفي حاجات انا عاملها مثلا. القلب ده. انا كنت عامل قلب اللي هو البنياء ده بشكل بشكل الحقيقي. الله. ده على جرسة الطب يعني. ممكن في في السور. قضو القلب نفسه. لو فيه صور جاهزة يا جماعة بصورة القلب. وفي مجسم انا شفته على الانترنت. الجسم الانسان كله معمول بالورا. الحجم الطبيقة. الله. ده بأني. نسم الانسان فيه الشعيرات وال. لا مش الشعيرات. يعني اللي هي الاعضاء الاساسية يعني. اه. المعدة والقلب والاخيئة والكبد. والتحال. وممكن تحط على فكرة في المجسم من الازاز. ما حدش يقربنه. بالزبط. اه يعني ممكن حاجة زي كده وتحط في مجسم. وزي الفون اللي يتشرع عليه. زي الفازة اللي انت حطتها في المجسم بتاعنا. ايزاك تمسكة توري من الناس. دي فراشة. الله. متحركة. هاك العام الفراشة. اه. الله. متحركة يعني. متحركة زي بقى. تتعز كده وتتحرك. الله. انت ممكن تعمل حاجة زي كده. طبيعية جدا. ورأيية جدا. انا عايز اتعلم. لا دي سهلة جيدة. عايز اتعلم. فمع اي حركة خفيفة كده بالهز فهي متحرك. الله. يعني متحركة في نفس الوقت. وفي نفس الوقت. وفي نفس الوقت. شكل جمالي ومظهر. لا سهلة دي. هيلة. وممكن تتحطف عندنا في البيت تزين اماكن كتير قوي بيها. مصبوط. ناس بدراتي بقتل الامكانيات صعبة. والحاجة بقت غالية جدا. فاحنا ممكن نستبدلها ونقدر ان احنا ناخد حاجات زي دي تجمل لنا. واعتقد يعني فاصة زي دي او شكل زي ده مش هيبقى متعب زي الساعات اللي بتضيحها مسلا في في مجسم. اعتقد اسهل شوية. لا ده كان بسيط. ده كان خد مني تقريبا من ساعتين لتلات ساعات. الله. بس يعني. ودي اعتقد من حاجات قوي اللي بترك يعني بتلقى رواجا على الفيسبوك. والناس كتير او بتشتغل في الهند ميت ده بشكل كبير. انا ده ايه. ده الاساس بتاعها. من بتعمل فراشات ورد. انا شايفة كمان عملينها فوزة ورد. يعني. في ناس دلناسي بقت وقت. كلها دي. كلها دي من. اه. كل ده من الورق. الناس دلناسي بتشتغل في المناسبات والخطوبات والافراح. بتعمل الكوشة كلها من ورد. ورد كله من الكارتون ورق. فاعتقد يعني لو فتحت انت عايز تفتح مجال للل segundo عن مال. انك تشارك في بيل ورد وتفتح 한국 جديد ليك. الى الجانب ان انت بتفرخ طاقة وفن وم وهبة جميلة في مجسمات. اه. لكن عايز موضوع المادة اعتقد احنا شايفين حاجات بتفتح مجلات كتير قوي. زي الزينة والشكور. لا كمان في ونحن صغيرين كانوا في حسن الأنشطة كانوا يقولون زمان لما كانوا يعلموا أنشطها يعني كانوا يقولون والله هاتوا الكروت الأديمة والحاجات كلها وكونا نعملها علم مقلمة ومشعرف ايه. هذه كانت تندرك تحت فن المجسمات. ما هي البداية بتاعتي كانت تلقي كده. اه في صور اهي. في صور. ايه الصورة دي. ايه الصورة دي. دي كانت عمارة عن وردة معمولة بالدولار. بالايه؟ بالدولارات. اه عملة الدولار. بالدولارات. اه. جبتها ازاي بالدولارات دي. جبت دولارات فعملت بيها وقت. يا راجل. اه. يعني جبت الدولار قصته ولا صورته. لا هو سليم. يعني سليم يعني سليم يعني. دولار دولار اللي بتصرف. اه دولار اللي بتصرف. واستعته. لا سليم زي ما هو. هو ماتني بشكل معين. اه. ومتعشعين في بعض. بحيث ان هو. ايه دولارات حقيقة. اه دولار. اه. الله. انت حاولت تتصلع منها شكل. ده الميكروسكوب قبل ما يجمع مع بعضه. ايوه قبل ما يبقى في شكل نهي. اه. ده كان لسه في التحذير بتاعه ومرحلة التحذير. اه. ده كان حاجة بس انا مش مش معايا. اه. النموذج بتاعه دلوقتي. دي ابقى عن قطة. وده ايه ده ده ده. ده حاجة متحركة معمولة بالورق. معمولة بالورق. اه. بغى عن بقرة. تتحرك. تنفل في تروس من جوه. وحتى التروس جوه معمولة من الورق. عملها بتروس. اه. تروس. نعم. بالورق. بحسنية. تحرك البقء بتاعك على انها بتاكل يعني. والله. اه. يا يعني انت عملت كمان. في حاجات حقيقة. اه. اه. لا. ده حاجة جميلة قوي. يعني ده برضو صعب الورق. شو في تروس من جوه. واتعاملوا التروس من الورق. اه. كله من الورق. والله. لا. ده ابداع بقى. ده ابداع جامد قوي. يعني شغل مهندس. يعني شغل عايز مهندس. معينة. ده عربية كارو? لا. ده بابا نويل. ده بابا نويل من الغزالة بتاعته. ايوه. توزيع بالهداية وكانت جاية في وقتها يعني. مع الواسس برق وطبع بابا نوسلا. ايوه. وايوه. مع للزوي. ده برق، ده برواس كده صغاية. بس اه واحد طبع Lewis مع مجرد صورة. هو واحد بعد. اه. اه. او boil, اخذت كذلك به كلها بشكل سريدي يعني متدارك كده. يعني على اساس. اه. لكن هي مش مش مجرد صورة هي مش مجرد صورة. هي مش مجرد اه. الله. عصفير. عصفير اللي معينا النهاردة. ايه. يا في عصفير. اه. عصفير ايه. عصفير طيل. ايه. معنا دلوقتي الجمجومة. ايه الجمجومة دي. اه. هذه الجمجومة فعلا. اه. وده اسد اسطوري. الله يعني اصد افريقي. اصد افريقي. اه. اه. وده الدبابة اللي عندنا ايه. دبابة كلها من ورق. يعني انا انا حاسس. عناي شايف الدبابة كانها خشب. يعني ملمس الدبابة وانا شايفها كانها خشب. ممكن ان تورينا الخشب الدبابة كده. عشان لمنشين صور دي. اه ما هي هنا. بس انا عايز اوري الناس ملمسها. وريني حضراتك كده. اه يعني مش ممكن. انا انا شايفها. كانها خشب. اه بص يا جماعة منابي الكاميرا علي. بص. يعني شايف ملمسها. ملمسها بعيني من بعيد. كاينها خشب. ما تجيش دهها ورق ابدا. حتى انت طابع اللي هي ورق. يعني ورق. العجل ورق. دبابة ورق. بس ملمسها تحس انه خشب. يعني لو تحطت في عدة. عملها بشكل تفزير. يعني انا ممكن العب بالالوان وتدي لي شكل خشب. تدي لي شكل حديد. الالوان دي ممكن تعمل بها كل حاجة. يعني ممكن تريغ في الالوان تريغ في الابعاد. زي الدبابة زي ما الدكتور بيقول شكلها خشب. زي الشخصية المرعبة دي. في دبابات مثلا. في منها كذا لون على حسب هي مثلا بتخدم في عاني جيش لعاني دولة. هو نفس الطراز. فممكن تعمل الدبابة دي باللون ده هي نفس الدبابة. باللون اللي هي بتاعة الجيش الدولة دي. باللون اللي هي بتاعة الجيش الدولة دي باللون. ممكن اعملها على بمقاسات حقيقية. في حاجات ممكن تتعمل بمقاسات حقيقة. لا يعني الدبابة دي. انا ليه بقولي الكلام ده. لو في مصرح مسحنا ومحتاجين دبابة. مش واقولها هي دخلوا دبابة في الصعبة. ما حصلتش على المصرح. بس ساعتها بقى يحتاجوا الورق تخانته. يعني متعمل بقى من ورق الكارتون. كارتون بقى. يعني ممكن تعملها. طالما ان التصميم موجود. اه. الديزاين في الاول موجود. ممكن تعمل. ليه انا بفتح مع حضرتك كده. ليه? للناس عب تخيل مثلا دلوقتي في المصرح دخلوا العربية اللي هي بالكهرباء. انها كنت تدخل العربية على المصرح. والعربية تيجي على الجمهور وجمهور يبتدي يخاف كده وهي بالكهرباء. بالشغل بالريبوت. ويبقى راكب في الممثلين. بس دي غالية جدا. اغلى من ثمن العربية الاصلانية. فانا نهاردة ممكن احل لهم الموضوع ده بمجسم كبير جدا. ويدخل دبابة جوه المصرح. ودي ما حصلتش. وهي ورق. في الاخر ورق بفكه وبركبه تالي. دي كوه. اه يعني حاجات تسلم في الدكوه. لا ما هيمشي. مجسم وهو الناس شايفها. شايفة دبابة حقيقية على المصرح. انت فهم حضرتك؟ شايفة دبابة مثلا ممكن اعمل لوكيشن في استوديو. اه حرب. من غير ما نروح مثلا اصور في في صحراء. في في موقع عسكري. حاجات دي كلها. هل لما احب احاول المجسمات الصغيرة دي لحاجة كبيرة. انت قادر على ده. هل سهلة؟ هي تبقى اصعب طبعا. هتبقى اصعب. اه تبقى اصعب. بس مش مستحيلة. لا مش مستحيلة. انا شفت اه قبل كده على الانترنت. ان في فنان عمل اه عربية بالحجم الطبيعي بتاعها. بس ساعتها هو استخدم. اه ده في مجسم ده اي ده? ده عربية. دي عربية اه. اه. يعني بص مش ممكن وانا شايف العربية دي احس انها اه. بالدزاين بتاعها القديم بتفاصيلها. هل تحس انها ورق? حقيقي خالص. لا تحس انها ورق? لدرجة نفسها حتى اللون. كل حاجة بتحس ان طبيعي جدا. لكن. مش ممكن. اه لا تحس انها. وانت عملها بالشكل القديم بتاعها. الموديل بتاعها. بكل تفاصيل. ويعني العجل. كل التفاصيل اللي تخلي الواحد ما يشوكش ابدا انه من الورق انا ممكن اعمل منه. تعرف تعرف العربية الصغيرة دي? لو في فيلم مثلا يحكي في العشرينية. بالضبط. بتتأجر بكام? تأجر بكتير قوي. مالغ غالية. مالغ غالية. انا متخيل بأعلقة المخرج. لو انا قدرت تعمل المجسم ده. وتيجي الكاميرا عليه من فوق. في كده. هيدي نفس الاحساس. زي بالضبط الناس اللي هو الافلام الاستورية. اه هين كونج ومش عارف ايه. دي عبارة عن مجسمات. مصبوط. في امريكا بيستخدموا الشكل ده من الديزاينات. بيبقى المجسم صغير جدا. وهو عمل هنا في الفيلم حاجة كبيرة جدا. خرافية. ما بنشوف الافلام الرعب. انا بفتح لك شغلة بشمانة. والاكشن. بفتح لك مجالات. ان شاء الله انا دلوقتي ماشي في موضوع انا بتعلم التصميم. اه. ادي مهم يعني. انا دي الخطوة. دي الخطوة الجاية. وانا بالفعل ماشي فيها. انا ابدأ احط الديزاين من الاساس. تمام. في يعني ده بقى هيخليني ان انا ما في المستقبل ممكن انا ابيع الديزاين. واعمل الحاجات اللي انا عايزها. في هنا حاجات خاصة بثقافة مصرها. ممكن الجوامع. الكنايس. الله. الاسراخ بتاعتنا. طيب سؤال هداسة يا بس وقت. نهاردة لما تيجي تعمل التصميمات ديت. هل هتحتاج اوتوكاد? اللي هو تصميمي اللي بتحتاجه في هندسة. مترسموا كلكم ترسموا اوتوكاد. صح? هو الاوتوكاد ده خاص بفن. يعني خاص. لا. انا بسأل. هل هتحتاج برامج تصميم مختلفة? ولا بعمل اوتوكاد وبعد كده بحولها لسري دي. وكده. ولا ليها برامج يعني كلكشن برامج مختلفة عن الحاجات الانسية. هي لها برامج بس مش الوتوكاد. البرنامج الاولاني اللي انا كنت قلت على حضرتك عليه. هل بتصميم سري دي على طول? اللي هو انا باخد الشكل مش لازم اصميم الشكل السري دي. ممكن اخده من من فيلم. فيلم كارتون في برامج بتفصل انا في شخصية كارتونية زي الشخصية دي. ممكن انتطلع في الفيلم كارتون ومتحركة. هو في برامج فصل الشخصية دي من 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 الكدر. اه يعني ممكن تفصلها وبعدين بيقول لك هي تتجزق ازاي? فصلها وبعت اه الشخصية دي موجودة عنده على الكمبيوتر. بعد كده عمل لها عملية الافخاد اللي احنا كنا تكلمنا عنها. زي بابا نويل اللي معانك كده. يعني انت بطلع لوحده على البروغرام. وبتزق ان انت تشتغل عليه. يعني بابا نويل وحنا كنا لسا بنحتفل براس السنة. في شكله جميل جدا ومبدع يعني. وده بغبغر. اه. عصور اه? اه دي عصور. عصور. عصور جميل قوي وطبيعي يعني. بس هي اياه. الفازة من الورد. الله. اه. هو الورد ده. الورد ده كل من الورد والفازة كمان من الورد. يعني مديني احساس انه كأنه ورق صناعي. ورق اللي هو. اه. لا والطيارة. هاتوا ده بالطيارة كده. يعني يعني الطيارة هنا. لا طيارة يعني. واجبها انه كمان عالطبيعة. يعني شكلها. اه. 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 دي زي الطيارات اللي نشتريها لولادنا الغالية قوي. اه. بالزبط. اللي مكلفة جدا. ومعمولة من الورد. يعني انا مرة لقيت الطيارة ديت. او طيارة كانت مجسمة في شركة الطيران وكنت هموت عليها بصراحة. بس هي. طيارة بالورق. ايه. الشركات ممكن بتستخدم اللي هي النمازج الورقية دي. كانوا من انواع الدعاية لها. بالزبط. اه. انواع الطيارات اللي عندهم. يعني مثلا ماركت عربيات معينة. فانا ممكن اعمل نموذج اه. للوقت يتحط على المكاتب. في الاجانس. في. اه. طبعا. اه. اه. الشركات الطياران تحط موديلات الطياران اللي هي بتستخدمها. الله. لا. وطيارة تحس انها. لا. طيارة بلاستيك. لو تحطت وانا شفتها مثلا من وراء حاجة. اه. لا. طيار. طيار هاي. طيار. ادي زيان للشرح. ادي زيان للتسويق. اه. حيس انها يعني مجسبة. انت فهمها? ممكن يساعد في التسويق جدا. الناس اللي عايزة تشرح وتوضح للعميل الموديل اللي عنده. بس طبعا هوا مش موتيحين. لحط هنا مسفين. اه. ماركت. اه. محتاجة تفاصيل اعتقد وتعب ومجهود اكبر. ممكن الدكتور كان من شوية كان بيكلمنا انه نعمل نمازج كبيرة جدا في مصرح او في في دراما او كده. لكن كمان النمازج الصغيرة بتحتاج دقة اكتر. النمازج الصغيرة صعبة جدا. اه. اه. طبعا. اه. اه. لانه زي ما حدري قلت الصوابع مثلا. كان متعبة جدا. وانك تقاملها من كذا ورقة ما كانتش يدخل على بقالي. انا فاكرة لقيت كلها خلاص هي ورقة واحدة. اتصبطها. لكن تعمل صباع صباع. انت بتوصلنا للتفاصيل. هل ممكن نعمل منها افلام كارتون بعد كده واستخدم كنوع من انواع ان اشتغل بعد كده على كارتون. لانه اولادنا دلوقتي. يعني بنشوف افلام الانيميشن والحاجات دي بيستخدموا فيها نمازج الكارتون والمجسمات. وانهو يحطوها كشخصيات بتحبها الاطفال بشكل كبير قوي. ممكن يستخدم ده بشكل كبير في يساعدهم في الدراما وخاصة افلام الكارتون الاطفال. افلام الكارتون ليها تكنيك مختلفة. اه. هي عبرها على رسومات. مكلفة جدا. اه لا رسومات. والمونتاج بتاعها بيبقى غالي جدا. اه لا هي رسومات وتتحرك فيديك مثلا ايه? الحركة تديكي تحس انها بتت. الانيميشن بتاعيتها سريع. اه اه الانيميشن بتاعيتها سريع. انما دي الحاجات دي تعتقد تنفع كويس قوي في الانيميشن في كلية علوم. كل الطب. اه في الدراما. خدعة سينمائية. اه الجماعة اللي هم. كاميرا. اه 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 اه. عندي كاميرا مراقبة. يعني. تحطي في مصر. اه اه. كاميرا المراقبة دي. لا الحاجات دي ممكن انت بدل ما اجيب كاميرا مراقبة ويعمل سلك وبتاع تحل مشكلة. اه. والحاجة الاكتر اللي هي المسلسلات الاسطورية. اه. يعني مسلا بيجيب مسلا موتيفة صغيرة. عمل تاريخي. هتجيبها منين. وبدل ما تعملها ساعات يعني. انا ساعات بتفرج على المسلسل اقول ايه ده? ده دائم. الراجل ده ايه? ده ايه الحتة اللي جابلها دي. شكلها مش حلو قوي. اه. تمام? بتغزني انا بتلمع انا بلمع على الحاجات الصغيرة دي. انما لما تعمل حاجة زي كده. ويقول لك والله المخرج مسلا انا محتاج حاجة زي كده. ويجيبها مع الكاميرا ومع الاضاءة. لا بتدي كأنها حقية. انت ممكن تديها كمان البعد انها قديمة. نعم. مش كده ولا هيه? هو عن طريق الالوان. انا ممكن اقدر اوصل لاي حاجة انا عايزها. يعني انا عايز اطبع الشكل بالوصف بتاعه ده. اه. بحط الالوان الاول وايجيب الالوان بتاعته. طالما ان هي موجودة على الكروبيوتر بالشكل انا عايزه. هتطبع زي ما اعجبه. واقدر بقى اشكلها زي. الله. برامج التصميم بقى. انا بس انت قلتلي على حاجة انا مش عايزة اعديها كده. لان اعنا متفرج علينا مهندسي ده. النهاردة بتقولي ان انا هجيب الصورة. والصورة ديت هواديها البرنامج. هيفكها. طيب. نخلي الموضوع ده فاصل صغير. ونرجع تاني نشوف موضوع تصميم بدي شكل ايه. نرجع بعد الفاصل. كنالكم الجديد ولسم كمين وحضراتكم كلامنا عن الورق. كناش ممكن نتخيل ابدا ان من الورق يطلع ابداع. يطلع فن. يطلع موهبة جميلة جدا. نطلع فيها اشكال. وتخدمنا في مجالات كتيرة جدا. سمحونا نراحب بضيفنا مرة تانية اللي منوارنا وشارفنا في الستوديو باش مهندس. محمد فارج صانع المجسمات الورقية منوارنا وشارفنا بالفن الجميل والموزهل اللي احنا شايفينه نوعه. متشكر جدا. قبل الفاصل. فضولي قال لي انت هتخدش في التصميم. لان اخراج المهندس فلاسل تبتدي الموضوع من اول والاخر. وانا انا متأكد من ده. فهل التصميم ده بيخضع للبرامج الهندسية ولا برامج الجرافيك? والبرامج دي هل هي موجودة ومحتاجة انك تاخد كورسات ولا ايه الموضوع? في الغالب بتبقى برامج الجرافيك. برامج الجرافيك. البرامج الهندسية دي خاصة برسم الشغل الهندسي. لكن الاشكال والنماذج دي بتبقى بتبقى مختصة بيها برامج الجرافيك. احتاجت كورسة عشان تتعلم على البرامج دي يعني اي حد ممكن يتعلم عادي سهل عليه ولازم يحتاج يتأهل. هو فيه طبعا كورسات بس ممكن واحد يقدر يعني اي حاجة ممكن واحد يقدر يعلم نفسه. برامج الكمبيوتر لو حد عنده الاساس ممكن يعلم نفسه. لا السؤال هنا اللي بيفرض نفسه. برضو انا بتخيل حاجات معينة يعني. لو جابوا لك مثلا صورة زي صورة خالد عياد مثلا. اي صورة? ولك والله عايزين نحولها لتمثال. ودي بتحصل. هل ممكن من خلال الكمبيوتر تدخل الصورة ببرنامج معين. يطلع لك اجزاء معينة. ترسم خالد عياد ك كراتير تمثال كاراكاتيري كده. ويطلع الشكل بالكاراكتر بتاعه. اه ممكن. ده ممكن. وموجود. وموجود. لا هو موجود اه. بس التكنيك تاني غير التكنيك المجسمات. لا بالورق. 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 موجود. يعني اللي اللي بقوله ده موجود. اه. وموجود بالورق. انا عايز اعرف تحليمت ده. في قد ايه. يعني اخذت وقت دي عشان تطلع بالحاجات الجميلة دي. الالفين وثمانية قالك. الالفين وعشر. اه. وانا. كتعليم وكتطلع همازك. لا. من البداية وانا بدأت اعمل حاجات. يعني في الاول انا عملت حاجات لنا كنت اقدر اعملها على حسب امكانياتي وعلى حسب المعرفة التعتي. بعد كده الموضوع فتح لي حاجات تانية. بقيت ادخل تحدي مع نفسي. ان انا ادخل اعمل نموذج اصعب. اه. اه. في تفاصيل ادق. فكان كل ما كنت باعدي مرحلة من الصعوبة. كنت بروح للمرحلة اللي بعدها. طميم. ولسه في حاجات تانية المفروض اتعلمها. يعني مش هي دي النهاية. طميم. الورق الجميل اللي معنا ده. هل بيجي الوقت بريحة تفز برونك وزي ما هو. ولا لا. بيجي مع الوقت. ممكن الجودة نفسها. هي دي من اكبر المشاكل اللي بتواجهها. اه. ان في الاول وفي الاخر النمازج دي معمولة من الورق. ومعهرضة لان هي للتلف مثلا بفعل مؤثر خارجي لو حد مثلا بيسكها بقوة او لويعت او مش عافية. او التلف مع الزمن. مع الوقت. مع الوقت. لا بس في حاجة بقى هنا. يعني في حاجة هنا. المهاردة فيه اللوح الجميلة اللي بتترسب دي بحطولها مادة معينة. معالجة. تمام. بحيس ما بتتأثرش باي عوامل الجوي. تمام طبع اتوارنيش بتتغشي عليها. مسلا. هي تحافز على الالوان. اه. انا كده حافزت على الالوان. لكن ما حافزتش على على القوة الصلابة. لا وقوة الصلابة. حافزت على الالوان من ان هي تتغير مع الوقت. اه. بس لسه ما حافزتش على القوة بتاعت الورق. ليه? طبعا هنا سامغي مسلا. فيه حاجات تانية وفيه مواد تانية بتتحط بتخلي الورق ده عامل زي الخشم. طب ما هي فاندم سامغي. لو مسلا الورق ده انا دهنته من جوه سامغ. من جوه. اما في الغالب بيستخدمه. ايه? اه. نعم. انت دهنه فعلا سامغ? لا انا مش دهنه. انا في الاول يعني في الاول انا كنت بستخدم دعامات جوه من الورق. لا ما ممكن سامغي. كنت بدعم حتة الضعيفة بان انا يعني اعمل كذا طبقة من الورق. الزع غيره وطبقة تانية من الورق. فده بيخليها صلبة. الى فكرة. فيه رسام انا عرفه. بس انا مسوطة اذكر اسمه. هذر الفنان بيعمل له حموجة السامة من حاجات الطبيعية. يعني جيب شوية بزر بطيخ على بزر مش عارف ايه. وروح ملزقه ببعض كده. واللوح يروح رميها في الارض. ولا تقع. ليه يا عم قال لكم. لا مش عارف انا مدهنها ايه ومدهنها غيره ايه? حاجات كده. فانا دي وردة في زهني ان انا ممكن ظهر الورقة. انت عايز الوش. الوش هاتي الحاجات زي مسلا بويا نانو مسلا اللي حاجة بحيس لو جات عليها مياه والحاجات تعمل. انما من جوه انا متخيل ان احنا ممكن ندهن غيره من اللي هو الغيره المقوي دوت بيد الورقة صلابه. فعلا هو ده اللي بيحسن. انا بفكر معاكم مع السادة المشاهدين بصوت عالي. هو ده فعلا اللي بيحسن. اه. وفي مادة الايبوكسي. الايبوكسي مسلا. اه. بتتعيمة اللي بتخلط مع مواد تانية وتبقى بقى عند زي المعجون كده. اه. المعجون. اه. ممكن استخدمها في المجسم من جوه. وفي بعض الاشخاص بيستخدمها من مجسم من بقى. وعلى فكرة الايبوكسي ده بيدي. يعني في بعض الايبوكسي كانت هم الشركة بتاعتهم اول من نزلت نصر في شارع النيل هنا. سيادة قافلت. بتدي صلابة. صلابة جمدة. وفي نفس الوقت ضد الاحماض. يعني احنا نستعملها في المعامل عندنا. بحيس لو حمد كاميريتيك مركز نزل ما يتأثرش بيها. لا انا شايف ان فيه تطوير قوي. وفيه خامات في السوق. انت ممكن حالك تضيفها وتبدع فيها ابداعات تانية. وتعمل بعد كده تمثيل. على فكرة انا شايف ان الحاجات دي كلها استغلالها في الاعمال الدرامية القديمة. وفي المسرح لو انت دخلت المجال ده هتقبأ انت البيونير فيه. وبذكرني بعد كده. ان شاء الله. وانا ما اشتر حضرتك من دلوقتي. لا حبيب قلبي. لا انا ما تخيل معك ومع السادة المشاهدين. لان صحيح يجب بيجي لحاجات على الهوى كده. وانا بستمتع مع ضيفي يعني. انا طبعا نوقتي البرنامج الجميل معاك خلص. وانا بذكرك جدا على الحاجات دي. وبذكرك جدا انك درس زراعة بجانب الهندسة. وبذكرك لانك نموذج هايل لكل الشباب اللي جواها تقاب بتحاول تحولها الفن. وبعد كده انو بتحولها الفن بتستمتح هي اولا بهذا الفن. وبعد كده المرحلة التانية هو الحالة دي بتستصمر نفسها. بذكرك جدا جدا جدا. شكرا. يعني ساعدت بيك. مهندس محمد فارج. صانع المجسمات الولاقية نورتنا وشرفتنا. يعني نموذج يحتزمي لكل الشباب اللي بيشوفونا. واللي ممكن يقولك لا انا ما عنديش امل. لا انا درس دراسته العادية. ودرس بعديها دراسة تانية. وبيعمل دلوقتي ماجستير. الى جانب الموهبة والفن اللي احنا شفناه النهاردة. فعلا فيها حاجة حلوة. لسه معانا حاجات حلوة كتير. استنونا في حلقات تانية جاية ان شاء الله. ساوضعك وانايت الله يوامنك. والى اللقاء.